القبور عند أهل الإسلام الأصل أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريع للشرك وانقسم الناس تجاه القبور إلى طرفين وصل قسم يعظم القبور يبني عليها القباب وكذا وقسم يمتهن القبور وقسم يتوسط أهل السنة والجماعة تسنم لا بد أن يسنم القبر ويوضع عليه حجر أو حجرين يرتفع عن الأرض مقدار شبر لا إفراض ولا تفريض نعم